بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع اليوم أكلمكم عن كيف نفتح مستعدات حالية ومستعدات موجودة على الليبرو اوفيس طبعا بالنسبة لليبرو اوفيس فالله تدعني اذا ما تقول ترميز او امتداد ملفات خاص ولكن مش راعت تسوي لك ها عندك امتداد خاص بالمايكروسوفت اوفيس نفسها تمام هذا اللي راح تكلم عنه بحين طيب طبعا سويت لتقريبا ارمع مستعدات هنا من باب العرف فقط طبعا صورتي الشاشة هذي الاول مرة او المنطقة هذي الاول مرة حسنا بس بوريكم الشغلات هذي انه هذا البرنامج وهذا يقونتم تمام اللي يسمى آآ بريتر كمام وليبرو اوفيس رايتر هذا الكالك واعتقد اقتصار الكالكوليتر اللي حاسبه أو كالكوليشن اللي هو حسابات وهذا الامبرس طبعا هذي اهم ثلاثة اوكي الامبرس اللي هو للعروض التقديمية سلايد شوز شغلات هذي تمام طبعا هذو مفتح ملفات الباوربوينت الخاصة بالمايكروسوفت اوفيس هذي يفتح ملفات الاكسل هذي يفتح ملفات الورد زين فلازم انتم شايفين هنا في ملف اللي هو طبعا هذي راح يفتح الكالك اللي هو اكس الاس اكس طبعا هذي خاص بمايكروسوفت اوفيس 2010 أو 2007 تمام وعتقدة 2013 ونرح تغير لازم تعرفون حاجة مهمة انه الماكروسوفت ما تتبع ترميز او حاجة قياسية علشان تجبر المستخدم طبعا انه يستخدم منتجاتها ولكن القدر المكان مطورين اللي براوفيس حاولوا انه يوصلون الحل طبعا الحل هذا مرضي بالنسبة لي الترميز الاكسل الاكسل طبعا استخدمت الملفات الاكسل على اللي براوفيس ما فيها اي مشاكل يختلف فقط الاشكال الرسم التلوين الشتغلات هذي يكون فيها فارق ولكن اذا كان في فورميلا اللي هي تكون محطوطة للعمليات الحسابية فما بتختلف تشتغل نفسها هذا هو اهم شيء بالنسبة لي الشكل فهم يتغير الشكل طبعا هذا الملف سويت وصدرته عن طريق اللي براوفيس فما استخدمت شيء يعني غريب زي ما انتم شايفين هذا الملف تم انتاجه عن طريق اللي براوفيس طبعا ما فيه جديد هي راح يفتح عن طريق زي ما قلت لكم الكالك طبعا هذا صيغة زي ما انتم شايفين اكسل اس اكس بالنسبة لي الانترس طبعا لو رجعني شوي بس عشان او بريكم شغلة مهمة اللي هي لو راحنا الملف راح وجهي زين ملف من هنا حفظ باسم ملف حفظ باسم هذي راح تعطيك صيغ بالمنطقة هذي الصيغ هذي كفيلة بانه او بلا صح بالمنطقة هذي انت راح تعرف على صيغ كثير من اهم الصيغ هذي طبعا اللي هي او دي اف هذا الخاص بلي براوفيس تمام ولكن لو نزلنا تحت شوي شوي طبعا الشاشة عندي ما بتجيبه ولكن تحت في مايكروسوفت اكسل تمام مكتوب عندي اللي هو اكسل اس و الى اخره بممكن تصدر الملف انت باي صيغة تبيه بعد حفظه طبعا نلغي هذي هذا بالنسبة لي الكالكولييتر اللي هو الكالك بلا صح هذا الامفرس اللي هو ppt طبعا ال ppt انا جربته اكثر من pptx طبعا ما باعطي شخص عنده ال powerpoint ومو بحاب يستخدم لي براوفيس فراح اصدر ليه بالppt بل ppt ما في مشاكل اجربته انا اوكي زي انتم شايفين فما عندك اي مشكل ppt طبعا هذا الملف زي ما انا سويته او رح يفتح طبعا ppt القاص بالpowerpoint رح يفتح الامفرس لكن ال pptx في مشاكل لاحظ التنسيق تغير اوكي فحاول انك تستخدم ppt طبعا ppt يفتح على الميكروسوفت اوفيس الحديث وغالبا او زي ما قلت لكم سابقا انه يفترض انك تستخدم لي براوفيس كبرامج مستقلة ولكن احيانا تواجف بعض الصعوبات خاصة بعض الناس اللي مرح يشغل مخه ومبحاب انه يشتخدم برامج مفتوحة او اي لا اخرى فبدل ما انك تضيع وقت معه بس صدر له الملف وصطيغة هذي ويسكيت ماشي اوكي في عندك الرايتر طبعا الرايتر اللي هو خاص بملفات ديو سي او ديو سي اكس طبعا هذي صيغة ميكروسوفت ولكن طرح تفتح بشكل طبيعي على الرايتر هنا ايضا في مشاكل زي ما قلت للمخاصة بالتلوين وشتغلات هذي ولكن ما في مشكلة هفتح المرح تقدر تقراها بشكل عام ولكن في بعض المشاكل الطفيفة اللي شفتها خلال استخدامي تمام فهذا هو دارسنا وكيف نقدر نفتح الملفات اللي هي ملفات الموجودة حديثا تكلم سابقا عن المقارنات وشغلات ذي وقيت لكم انه يفترض نستخدمي برو أفس كبرامج مستقلة ونحاول نقضع المستخدمين لهم يستخدمونا علشان ريح لو سنما فكرة التنسيق وإلى خيره انتهى درس اليوم وشوف انشاء الله الدرس الجاي في عمال الله